اشتركوا في القناة يكون عندك تصميم على ان تلتزم به لان العلم به دون الالتزام به عجة عليك هكو فاهمني مزيلا اذا علمت شيئا لم تعمل به مصيبة لكن في الدين يستجلب صخط الله لم تقولون ما لا تفعلون اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في جهنم فتندلق اقتابه فيجتمع عليه اهل النار فيقولون الم تكن تأمر بالمعروف الم تكن تنهى قال نعم كنت امر ولا اته وكنت انهى وانته وحتى تعمل به واسم يخسك ان تحب هذا الدين قلب لان العلم بمثابة مصباح نوراني يريك الطريق والقلب هو الطاقة والعزم والارادة على تحريك الجوارح للعمل بما تؤمن به وتقتنع به فان العلم وحده لا يكفي ولكن يحتاج الى حرارة عب الدين اي ان تتسلل آثار العلم الذي علمت واسم الى القلب محبة للدين محبة لله محبة لخلق الله فالمحبة هي التي تحركك لان الحاجة اللي ما تحبهاش ما تديرهاش ما تديرهاش فاذا علمت واحببت هذا الدين تحركت بنشاط لهذا الدين السؤال اللي يقولك السيد يجلس ما الشباب يظلوا يهضروا في النكات وكذا ولم يقول مرة واحدة يخجلوا من الدعوة الى الله هذه كارثة بكل المقاييس الانطباع الاول عن هؤلاء الشباب لقولون اقولوا اسم انك حتى لو كنت ملتزما فالتزامك قشرة لم تباشر قلبك ففاقد الشيء لا يعطيه والذي يحب الشيء يضحي من اجله ولو بالروح الناس تضحي من اجلسلم من اجلسلم بارواحها انت لم تستطع ان تضحي بكلمة تخشى ان تسمع كلاما جارحا من هؤلاء وانت تعرف انك على الحق وتعرف ان هؤلاء مساكين وجب عليك ان تنظر اليه باشفاق ومن يشفه كيف انقلبت الآية وصلنا الى زمان كان الرجل يحب كما قلت ان يغرى خارجا من الخمارة ولا يحب ان يغرى خارجا من المسجد حتى لا تشار اليه الاصابع بانه ارهابي انت لم تحبش الدين كيف سدر تدعو الي سائل نفسك اذا اعويت الى مضجعك هذه الليلة فقل هل فعلا انا احب هذا الدين محبة الدين تقتضي ان تضحي من اجله ونحن الآن نعيش اياما هجرة اسمين هجرة هي قمة التضحية في سبيل الدين ضحى النبي بالارض وضحى الصحابة بالمال والاولاد من اجل نصرة الدين اسمين اعطينا عنا الدين انسان مغنوب من هازم نفسيا النفس من هازمة الهزيمة النفسية هي شر الهزائم انت على الحق انت تحت راسك جاءت مجموعة من الشباب الى عائشة زيد وهم يتعطئون الرؤوس قالت لا تميت علينا ديننا اماتكم الله ليس الخشوع بتعطعة الرؤوس وتمتمة الشفاة انما الخشوع خشوع قلب رحم الله عمر كان اذا مشى اصرع واذا ضرب اوجع واذا تكلم اسمه وكان سيد الخشوع لا تميت علينا دينا اماتكم الله اذا انتو حبوا هذا الدين فاذا احببته ستفنى في الدفاع اذا الاشكال اللي عند الطلبة واسمه ولا النتيجة قلتها لي ما كانش تواصل ما كانش دعوة كين هزيمة نفسية كين كذا اذا ما اسمه اذا ما اسمه اذا بسي فغادي تكون هالمسائل هكذا الجامعة كما قال لي الاخر احنا دائما وراء خلف الخطوط ماشي حتى شكوين من الذين يتقدمون الصفوف القاعديين شكوين اللي يدفعوا القاعديين شكوين اللي يهدروا القاعدي ويستشعر نفسه انه لا قيمة له ويستحي ان يقول قال الله ليس بهؤلاء الطلبة ينصروا الدين في الجامعة دخلوا يكونوا صدقين أنا خسكت بشي عن المريكان ويقول قال الله قال رسول مورسي فيك في الأمم المتحدة قالوا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نوالي من والاه ونحب من يحبه ونعادي من عادا في الأمم المتحدة في أول وآخر خطاب الله وذهب إلى طهران حيث لا وجود لمسجد ولا لسني عند الصفويين وفي مؤتمر للعالم الإسلامي يفتتح كلامه بالحمد لله والصلاة على رسول الله والترضي عن أصحاب النبي ثم عاد ليترضى بالخصوص على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي في قعري وعقري دار الشيعة هناك أقسامه أن لا يتركوه لا صريبيين ولا صهاينا صهاينا قال لهم والله هذا الشيء اللي ركو تديره ما غادي ينستكتو عليه الصريبيين قال لهم في الأمم المتحدة نحن نعادي من عادا ونحبه من يحبه والصفويين قال لهم الله مرضى عن أبي بكر وعمر اللي كيسبوه في الصلاة وكايل عنهم في الصلاة أية عزة هذه أية عزة هذه أية عزة هذه حنا غمت طلبة مع أولاد عبقادر أولاد جلول وجاي من الجبل وجاي من الحسين ما ما نقدرش نقوله قال الله قال رسول الله لا أحيان الله لا أحيان الله ولا أمشاني على ظهر الثرى إن كنت لا أستطيع أن أقول قال الله في الجامعة وقد وصل قال الله إلى البرلمان وقال رسول الله وصلت إلى اجتماعات الحكومية قال لهم عبد الإله من كيران ما كانش لقاء انت الحكومة من اللي يقول ما يدعوش يقول الله ما أغيثنا غيثنا فيها كانت بكري يدير الناس كان يزعق وحسن حنا هاشترا وصل للفوق ما شاي بقين مع الطلبة اللي مساكن مع دمواله طلبة مع دموال ومساكن وكيرو ولذلك تركز على أن حب هذا الدين هو مربط الفرس فإن خفت حب الدين والله لو تعلمتم علم الإمام النووي فإن ذلك لا يغني من الدعوة شيء لأن عاطفتها محبة الدين إذا فقدتها لم تضحي من الجلال ما جدوا وإذا كنت سبعوا لما قداش أسمو ويتكلمون فاش فاش تكلم يتكلمون في الإير خصنا العادة وهم صامتوا ما فائدة هذا العلم ما فائدة هذا العلم أخرين يتكلمون في البلاد اللي هو الدستور تعالي إسلام عادي أحصره اللي هما اللي عندهم الحق ومجلس علمي أعلاه واللي عنده الصلاح هي يبث في الأمور تعالي مقطعيات الدين والأخرين يتكلمون يحربون ما شاكتين ما شاش هذا هذا لا نريده ولا نحب ونحب ذه لإخواننا أبداً 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 يا الله ولذلك فإن هؤلاء الشباب المتديم الذي تشرب قيم هذا الإسلام أيها إذا كان حاله هكذا فليراجع نفسه فهو لم يتشرب القيم هو يظن أنه تشرب القيم وهي عدد قيم أما حقيقة تشرب القيم اصطدمت حين اصطدمت بالواقع انكشفنا انكشفنا ماذا؟ ولذلك فإن تشرب القيم يبدأ بالمؤسسات الثلاثة التي وردت في السؤال نعم إن الأسرة قد تركت تربية أبنائها والأسباب ما غاليش يطول عليكم لأنه غالي تمشي وبغيت وتمشي من جميل الأسباب جهلوا الوالدين وفاقدوا الشيء لا يعطيه واحد صنف خور وخلي يعرفه لكن آكى لهم طلب الخبز فلم يعود لهم وقت إلا التفكير في طلق الفقر الفقر كاد الفقر أن يكون كفرا ليس لديه الوقت مش يقلس مع ولداته وهناك عائلات متغربة ولذلك القيم مكينة شو الأسباب مش يكون شوفوا البنت متعنا كذلك هذو من البنت المسلمين وهذو مولاد المسلمين الولد مع البنت صعبي كي تجي مننا مع العشيالك ما تقدرش تفوت صعبي مش بقيت شي شي واحد مع وحدة واحد مع وحدة واحد مع وحدة والناس ينظرون ويمرون كأن العمر لا شيء أعراض الأمة تنتهت والعرض من مقاصد الدين ولا ركو تجي وتسمعه في المقر نكت كلمة هو دين والناس لا يغيرون عن الدين واللي ما يغيرش على الدين لا يغيرون على عرضه واللي ما يغيرش على العرض لا يغيرون على دينه ها المدرسة المؤسسة أقل لك من هذه المؤسسات التي تربي الناس على القيم أين هي القيم في المدرسة أين هي القيم في الثانوية جل بمصارك إذا مررت بثانوية اللي ترى الغرائب وزيط Options الإعلام الإعلام مصيبة إعلام نسأل الله العكوة والعافية يروج لقيم الانحلال لقيم السقوط لقيم الفواحش لقيم غريبة على ديننا وقع ابنتنا يتفرجوا تلحج الكبيرا تتفرج الخلود في الغرب إذن يقولك في السؤال كيف نختارق هذه الحصون حتى تكون هذه المؤسسة تؤدي الدور ديالها يا سيد احنا مازال راح نقول لك انت ابو احدك كفر شربنا هذا القيام وليكن دورك في الأسرة مؤثرا ترحمهم وتقودهم إلى تشر بهذا مع الأيام تصبر مع والديك القيمة ديالي بر القيمة تعصيلة الراحم القيمة القيمة وزيد قيمة الدعوة ديالإحبابك وهو برنامج شروع ديالك وانذر عشيرتك القرابين إنا كنا من قبل في أهلنا مشفقين وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك أنت تتحرك الآن في الجامعة تحرك في الجامعة بقيمت إن كنت لا تستطيع أن تكلم الناس في القيم فامشي بها واثبت عليها وعرأوا ويجب أن تعرف بها في الجامعة وثبت عليها وتعاون مع إخوانك وليكن لك تصور قبل بالعام كيف تخترق هذه الحصون اللي ريك تخدم فيها لأننا من قبل أن تكلم مثلا على أن الدعوة فريضة فريضة دعوة نفسك فريضة ودعوة أهلك فريضة ودعوة جيرانك فريضة ودعوتك في المكان الذي تتحرك فيه بحل الجامعة فريضة شكون اللي غدي يجيلكم انتمان عما سيديا شروط تلك القيم ديال الدين ديالنا في الجامعة نستطيعنا والملائكة نزل من سما فريقا شنا عمستيها للجامعة عمالة ينصريح حالها هذه وظيفتك انت هذا واجبك انت ولهلك تفوت علي الجامعة وتشوف ذلك شي كتقون تأثير المتدينين صفر تأثير المتدينين صفر بعض المدن لا كينحركة كينعمل القنطر الناس يتحركون يجتمعون يدعون يخططون الناس يتعفاز مكناس ما تشوفش قحات الشي اللي كتشفونا في وجدار الشي اللي في وجداره غريب غريب لا 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 والحمد رسول الله ولذلك الاخوان يقولون الله رحملك الوالدين الله يجزيك بخير اتكلمنا دائما باش نقوله خصنا الاخوان في الجامعة يتحملوا مسؤولية ويمشيوا بالقيام ويدعوا الناس لهذا القيام كينديرون نسلكوا بالموصيب نتعلي العيف الشاب مش يمزوش ما قدرش يزوش القراية باقية البنت عريانة ويزيد يشوف شاب مع ابنت شاب مع ابنته هو من دين محروم قلقوا يا أمو انت شامتين يقول شامتين هو ما يقول له بعد دارهم يمشيوا مع ابنته يقول احنا رح نوال علش لأن القلب ما فيش حب الدين إذا بقحت هو يتشوف بقلبي فعلم أن قلبه من الإيمان فارق هواء هجوف إني مشي عامر غير اللي جيد دخله ما زالت قلبك ما عمرتوش مرضي حبك لله يجعلك تلقي نفسك في النار على أن ترى نفسك في تلك بل إنك حينما ترى شابا مع فتاة واسمودي تشفق من حالهما وتدعو لهما أن يهديهم الله وتذهب إليهما وتقول لهما هذا الأمر بالنسبة لك سقوط هذا الأمر الذي أنتما فيه هو خدمة مشروع الصهايانة هو ضرب لعمال شباب الأمة هو شغل الشباب عن قضايا الأمة في التحرير هو جعل والعياذ للشبابين ينتبون فقط على مسألة جانب السفل في الإنسان أنا غاد يقول وقل لك واتموت هكذا ولو كان تحمل ولو كان ولو كان ولو كان وثاني هذه أختك أنا تغارو على أختك هذا رغض كله معك كيف تسمح لك ويسمح لك إيمانك أنت صاحبة أختك قليل كي بعد بعد قيمة العفة منهاج متكامل وقائل الشباب من السقوط في الفاحشة بدءا من غض البصر قيمة غض البصر قيمة ملء الفراغ بالخيرات والرياضة والتعاون على الخير شغل نفسك بما يصلح حالك شغل نفسك بما يصلح حالك لا إله إلا الله محمد رسول الله يأتي سؤال كيف نستغل قيم الإسلام لمواجهة يعني كيسمها الأخ لمواجهة البطش الفكر الناتج عن التطرف لا تجد أبدا إنسانا متشربا بقيم الإسلام وللأصل تعال قيمة إسلام واسموية الرحمة أبدا أبدا لن يستدرج من قبل الجماعات المتطرفة أبدا فالإسلام دين الوسطية والغلو هلاك قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون الذين يخرجون بأسيافهم وأسلحتهم ويوجهونها إلى صدور المسلمين خوارج هم كلاب أهل النار سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان يقتلون أهل الإسلام وعتركون أهل الأوثان وذلك المؤمن اللي مشرب بقيم الإسلام أه يمكن أن نستدرج للعرف والتطرف أبدا أشيرا أنا قلناه لهم إحنا دايما إحنا مش المسلم غادي يجي العنف أهو أهو كاين في الجامعة أهو كاين البنت مع الولد غادي كاين شي عنف وما كاين شي عنف ولكن الثاني إحنا ميتين يا حتى الله درام أهو إحنا مشينا مشي متطرفين ما كاين شايت ما غادي ولكن مشينا إحنا ماسم سلبيين ننظر ونرى والمشكلة لك إن نقبلوا ذاكش والمشكلة لك كنا أنت من نوذكش إلا قبلنا راح نمعهم ولكن أنت من نوة نحن شر منهم حتى ولو ظهرنا في صورة المتدينة نحو لا ولا قوة إلا بالله العظيم يتحدث أخي عن الجامعة وعن القيم التي تسود المنظومة الطربوية في الجامعة أساتذة وطلبة هذه أزمة أخرى قال لك إلا أبغيت الأمة وليس الدربة واسم ويخسها شكون يا إخسها الأم ولبا زيد في الدار الأم ولبا المدرسة شكول الأستاذ المعني زيد زيد والأخر العالم والقدوة تلعظة في المجتمع على مستوى الأسرة القدوة شكول الأب والأم لك إنهم زيانين ندر تكون مزيانا على مستوى المدرسة شكول الأستاذ والمربى والإدارة والزمية ولا مستوى الأمة العالم والداعية إلى الله تعالى فإذا فسد شكول الأم والأب واسمه مشات الأسرة وإلا فسد الأستاذ واسمه وإلا فسد العالم مشات القدوة إذن ما يتصب أنت الأستاذ دائر هكذا كيف يغاد يدير كيف يغاد يدير الطريب الطريب أخي يكون مدين في كي يمشي عنده يبقي يبغي مثلا يتقي شرة يدير له شي ماهلا حسب لا حولها ولا قدر يشير له الكتوب ويقول لها الكتوب ديالك أوستاذة بارك الله عليك نتركه على العثريت وكذا وإنا نستفدنا من علمك الغازير وكذا وبقي انت فشاكذا وما فاهم ولذلك سيد كيقول لك الله يخليك يغاد يدير إن شاء الله تبارك وتعالى باش إنساء الله بقيمنا حتى احنا نقبل في الماستير وحتى احنا نوجده الخدمة ونه لذلك سيد كيقول لك الله يخليك يغاد ينديره لا يسلك إلا أن تتقي الله وتجتهد أبدا لا تفعل كما يفعلون فالرزق من الله والمؤمن لا يبيع قيمه ودينه أبدا بهذه الأمور وليث موت أرضي ويعز أرضي قبض ربي واللي دراسي دربي أقسم بالله لو اجتمع الخلق كلهم على أن يصرفوها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا وأقسم برب الأرض والسماد عقيدة لو أن الله تعالى لم يرد لك شيئا لو سلكت من أجل الحصول عليه كل سبو الشرعي وغير الشرعية لن تصل إليه رفعات الأقلام وجفة الصحوة وتنعود لكم الحادث اللي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة تجتمع لا تفهموا السلام عليكم هذا الجواب لسيس كيف الثبات على الاستقامة أن تخاف على الزلل فإن أخثر الخسران أن يضيع إيمانك تخاف وإذا خفت ثانيا زين أن تدعو الله بالثبات فقد كان النبي يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت على قلب على لي الثالثة الصلاوات على وقتها في المسجد خاصة صلاة الصبح الرابعة مجموعة من المؤمنين فالرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالد والصاحب ساحب فإن كان الصاحب مؤمنا سحبك إلى الإيمان وإن كان الصاحب مجرما ساحبك إلى الإجرام الدعوة إلى الله فالدعوة إلى الله كلاعب الكرة يرمي الكرة في الحائط فتعود عليه فالذي يخرج الكلمة لله لينفع بها الناس أول المنتفعين هو تعود باركة الكلمة الطيبة عليك فمثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء توتي أكلها كل حين بإذن ربها هذه الخامسة والسنسى مجالس الخير مجالس الخير إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا فهي محطات للتذكير كمحطات البنزين التي يتزود منها المسافر لكي يصل الطريق ولا ينقطع به السبيل ونزل لكم السبعة والله الطعاط شغل وقتك في الطعاط ما استطعت إلى ذلك سبيلا فستثبت على الاستقامة بفضل الله وتوفيقه تركت دير السبب لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله قال لك سيدي عبدنان إبراهيم وكذا هذا القضية أنت على الفتن أنت عبدنان إبراهيم وكذا أقول لكم أولا عبدنان إبراهيم ليس من علماء الشريعة فاعرف عن من تأخذ دينك أستاذ فلسفة يمكن أن تستفيد منه فيما تخصص فيه هذه واحدة المواضيع التي يطرحها للعموم فقه الدعوة يقتضي أن لا تطرحها للعموم لما فيها من فتنة للأمة فعليك أن تطرحها في حلقات مع العلماء ثالثا المواضيع التي تطرحها الآن على الأمة ليس وقتها فالأمة تحرق وتقتل وفلسطين تهود وإسرائيل تتغول وأنت تتحدث عن الأمور قال الإمام بن القيم إذا كان الإمام أو الداعية أو الخطيب في قوم يفشو فيهم الزنا فخطبع في الربا فقد خان الله ورسوله من ذا الذي يريد أن يحرف نقاش الأمة ويبعيدها عن مشاكلها الأمة تذبح أحسن طريقة هي واسمه تجاهل هؤلاء أقبل على خدمة دينك عليك بالسواد الأعظم في الأمة عليك بأهل السنة والجماعة المؤمنه ليس خبا ولا الخبه يخدعه كما قال عمر قال لك يا سيدي واسمه بقى قال لك الرحمن هذا عنده مشكلة في الرحمن وفي داود نقول لك على داود داود أعطي السيف ياك فإن قتل جالود زوج بابنة حسناء لطالود من قال هذا الإسرائيليات التالو واردت في ابن كثير ولذلك لا يظن عقيدة لا يظن عبدا في خيرة الخلق وهم الأنبياء المعصومون أنه يقاتل من أجل مراه ما هذا الذي يدور بين المسلمين وخاصة من أهل السنة ماذا ما هذا ما هذا هذا ضرب في عقيدة المسلمين ماذا يقول تقوله ماذا يقول ربك يقول في القرآن في كتابه الكريم فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالود وعطاه الله ما شلمر الملك والحكمة وعلمه مما يشاء نترك كتاب الله الذي لا يأتي الباطل من بينه ونذهب لهذه الخرافات هذه اللي كان غيمه من ما يجيرها شقة واجع بطلابنا بغضيعة الروح جالوا على مرة والسيد من المسلمين يقول لك حينما سهل الرجل يقاتل حمية الرجل يقاتل شجاعة الرجل يقاتل رياء أي ذلك في سقان من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو إذن ما كاجمه أما قضية الرحمن أجمع العديد من المفسرين أن من قابل الرحمن الرحيم فالرحمن من شملت رحمته الخلائق في الدنيا كلها وهو حديث عن جزء من مئة جزء من الرحمة وأنزل منها هذا الجزء التي تتراحم به الخلائق وكلها حتى صغير الدابة ترفع الدابة حافرها لوليدها ورضيعها لألا تؤذيف من تلك الرحمة إذن رياء ترحم به المسلم والكافر والدابة واللفعة والإحنش والبقرة وبوجلم وقريل كل شيء ساعة وتسعين كموالتمية تكون لمن يوم القيانة للمؤمنين هي الرحيم أي تقتصر رحمته على المؤمنين بجمع الرحمة التي أنزلها في الدنيا مع تسعة وتسعين التي استأثر بها في يوم القيامة للمؤمنين إذن الرحمن هي رحمة واحدة لكن عامة في الدنيا للخليقة كلها الرحيم خص بواسع رحمتهم يا لفئة من عباده الذين آمنوا بمنهاجه وعملوا به ودعوا الناس إليه صادقين مخلصين جعلنا الله وإياكم منه من بعد أن يقول لك سيد السيد أنا بغيت نزوج من واحد الأخت عندها سوابق أولا ما زال ما تخرجتش وما زال ما خدامش الغيز زواج من الليحة دي الأولويات الغيها عكوف على الكتب أنت الآن عندك أولويات أولويتك أن تنجح الأمة تنتظرك أن تنجح أن تكون إطارا من الأطر المعتمدة في هذه الأمة لخدمتها دينيا عقائديا قيميا اقتصاديا اجتماعيا في أي مجال تحتاجك الأمة فلا تبدت طاقاتك الفكرية والإيمانية فتشغل نفسك وعقلك وقلبك بصورة امرأة كيفما كانت ولو كانت ملكاً يمشي على العرض ماشي عندها سواب يا قل تعالوا كانت ملكا ماشي هذا أول وقت وإذا فكرت في الشيء قبل نضوجه فأنت تضيع وقتك تضيع حياتك تضيع الأولويات ما كنت تفهمونها الوقت شونا ما كنت ما كنت تفهمونها ماشي هذه اللي تفكروا فيه عندهم وعالوا ماشي هذا الوقت الزواج سهل تقرأ وتخدموا ذلك شيء وفي كل وقيتها أنت تصيب الأمرأة المؤمنة وتمشيت وتخطبوا وتقف ثلث أيام كل شيء تكملوا ماشي تبقى أنت في الدوز ياماني وتخرج التروازي توقع عشرين عام وتتدور الخدمة وانت في هدع عشرين عام وانتهي تستنى مولة السوابق وتفكر مولة السوابق مولة السوابق هذه تخليك التالي ما تسبقش أتوخرك أتوخرك في الدراسة أتوخرك في الإيمان الناس بشي تنعز حتاملين بشي تنعز تريح هو ما ينعز راسه عن الوسادة وافكر في ذات السوابق نديمونة السوابق مانديش مولة السوابق واش تديها مازال أنت ما عندك باش تديها تديها باباب بوجلم ولا باش تديها أنت عندك بعدها باش تديها أنت ما زال ما عندك والو من يستطاع منكم الباء أنت ما أخذ دمة ولا واش تديها باش تكذب عليها واس ما توقع توكلها تبن كيف توقع توكلها كان أعطيك واحدة مثلا أنت ما الحمدول الله مزادوا لكل زي ما أعد في الأبوس الحمدول الله وأنا أديركم التغطية الصحية وذلك شي ولكن هي واسمه عندها ما معنا شي شوف في واح الحالة في واح الحالة أنك تدرس وهي تدرس ياك واتفقته باش تزوجه ماشي شيء باش تستنى تزوج وثانيا منين التفقع للزواج أنا عارف أم تارك عارف قلي ما كانش أنا تربيدوا على الحسارة وديروا الشمعة وذلك لها برج جمعوها خلصوا بها تضوه الكرة وصوموا خلصوا تضوه الكرة وصوموا وهي خستعرف واس ما هيخز خستعرفها إلا رها تدى يا واحد السيد شو مار ما عندوش إخ ستصبر إلا قادرة باش تعيش باش تعيش تروح ليب أروحها لله اللهم نزوجه ونتعور بي ورح نخدمين ونقرأ ونتعاونو احتربيدوا ونطربوا بها القضية ونطربوا بها رزق ولكنا لا وش الجوع أنا هذي أحلام هذي أحلام تصطدموا بواقع اللي ما راش عارف الواقع عدى الزواج هذي أحلام يبقى في اللي يبقى اللي يبقى اللي يبقى لغي منحلام ايه وانا نصبروا عليك قاد يقولك نصبر يا سيدي أنا يا أحبك أنا يا نصبر لك على مني على ما نصبر نصبر على الجوع وكذا سيدي أنا قاع ما ناكلش فوتي ومان كيتكملوا مع بعضكم بعض وتولي بحالها بحال الأخرات والصافة واتقضي وطارك اللي كان يدفع كل ذلك الشي وتقولي ونعم أسيدي بحال بحال يقولك مصوت مريق النهار الول تقولك مصوت مريق غدا تقولك يا أبا ديتني هكذا واسبحت في ياول فرواجي بنا فقط هالثانة الثالثة تقولك يك يا الراجل ياب والربعت وقد ضربكم بالكاز وقل لي لله رحمي كل جدي هذي قدي تصبر معها من بعدين الطالب ما مقوم شو روحه الطالب ما مقوم ويخصو القيام خصو القيام زيد ويخصو يقوم عاد يقوم وعاد يكون عنده القوامة الرجال وقوامه نعيباش بما عنفقه بما عنفقه القوامة رهب لبليلين فهمت أما إلا تان عما سيدة ديت الأخور وخدمت وعندك الباءة عاد سقسيني الآن أنا عندي مرأة عندها السوابق نديها ولا ما نديها هذا واخر نقول له هذا السؤال صافي انت لان غادي تزوج المرأة اللي عندها السوابق سلبية واش نزوج ولا ما زوج أنا نقول لك لو أنك اخترت امرأة متدينة لا تعرف عنها شيئا كان أفضل ولذلك ولذلك اش كان نقول لكم انت يعني لا كنت عندك الباءة وسقسيت هذا السؤال كان نقول لك ولكن يستحسن إن شاء الله أنك تدي وحدا لما تعرف عليها وقال له ولا اديتها لا تسألها عن ماضيها أبدا ولا تخبرها عن ماضيك وسوابقك فكما أن لها سوابق فلك سوابق أسبق من سبقها في السوابق ولا عرفت عنها سوابق وبريد تديها جيب خسد تقول الله ما تزوجها ما تزوجها وهي يمزلان لها بسوابق لذا تابت وأصلحت لأن الله يقول الزانية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زانية وحرم ذلك على المؤمنين إلا كانت بقى على الطريق باد باد ولو ما تستحركش للدار التي تبذل نفسها لكل من هب ودب هذه امرأة غير محصنة لا تستأمنها على عرضك ولا على دينك ولا على أولادك هكذا أسألني بحث على هذه الدين قال كنس فاضف أربي بياتي الدين هذا الشيء اللي رأى عندي هنا ترجمة نانسي قنقر